تلك الرسل فضلنا بعضهم لا بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى من مريم البينات وأي الله بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لهم في السماوات وما في الأرض من فالذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغير فمن يفر بالطاروت ويؤمن من الله فقد استمسك بالعروة الوسطى لنه في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات للنور والذين كفروا ولياؤهم الطاقوت يخرجونهم من النور للظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون ألم ترين الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله المل إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميد قال أنا أحيي وأميد قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهد الذي كفر والله لا يهد القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروفها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما وبعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتن إلىك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله ضعف من يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموال في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفق من ولا أذنهم أجرهم عند ربهم ولا أخف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف وقفرة خير من صدقتي يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله وإنهم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه طراب فأصابه وابد فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ومتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابد فأتت كلها ضعف فإن لم يصبها وابد فطل هو الله بما تعملون بصير أيوت أحدكم من تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها نهار له فيها من كل ثمرات وصابه الكبر ونه درية ضعفة فأصابها إعشر فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا وانفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيموا الخبيث منه تنفقون ولسكم بآخذيه إلا أن تغمذوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشة والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع نعلم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبضوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفروا عنكم من سيادكم والله ما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أتوا وما تنفقون إلا ابتغى وجه الله وما تنفقوا من خير وفيليكم وانتم لا تردمون للفقراء الذين أوصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفو تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إن حافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سروا وعلى نية من فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه شيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار ناثيم إن الذين آمنوا وعملوا صالحات وقاموا صلاة واتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعنوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن توتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمم فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل أبا كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتبه وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يومن له فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى جنه ذلك مفصدوا عند الله وقوموا لشهادة ودنا أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرنا بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدين لذئت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا شهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرائي كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألفنا من الله لا إله إلا هو الحيم القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وصدقا لما بين يديه وأنزل الدوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز تنتقى إن الله لا يخبر عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب ومنه آيات محتمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفدنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسحون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فخذهم الله بظلوبهم والله شديد العقاب خل للذين كفروا ستغلبون وتحرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين تقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله أؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك من الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خاردين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير من عباد الذين يقولون ربنا إننا أمنا ففلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستوفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسطة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتنوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسوت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أو إياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وين الله المصير قل إن تخر ما في سدوركم وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفر رحيم تحبون الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله استخفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية من بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطري محررا فتقبل مني إنك أنت سميع عليم أما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكره كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفنها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع دعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أن ما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح من عشي ولبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العلم يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه لكم كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يغتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقرمين ويكلم الناس في المهد وكهلهم من الصالحين قالت رب أن يكونني ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والطوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيلا لقد جئتكم بآية من ربكم أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئوا الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تتخلون في بيوتكم إن في ذلك لا يتلكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الطوراة ولأحل لكم بعض الذين حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واقعوني الله ربه وربكم فاعبدوه هذا سرعة مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحبوا بينكم فيما كنوا في تختلفين أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين أمنوا وعملوا صالحات فيوافهم وجورهم الله لا يحب الظالمين ذلك نتنوه عليكم من الآيات وذكر الحكيم إذن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكم الحق من ربك فلا تكون من المنترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهن فنجعا لعاذ الله على الكاذبين إن هذا لهو انقصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفترين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشد به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضنا ربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم هو الله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشيكين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين وأمنوا والله وري المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لم يضلونكم وما يضلون إلى أنفسهم ما يشكرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتبون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا وجهنها لمكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وإن الهدى هدى الله أن يؤتحد مثلما أديتم ويحاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يديه من يشاء الله واسع العالم يختص برحمته من يشاء الله بالفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بالقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأذين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإنهم لفريقا يلبون ألسنتهم من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلموا ما كان لبشرين يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مسرين قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فغير دين لا يبعون وله أسلم من في السماوات والأرض طوع وكره وإليه يرجعون وآمنا بالله وما أنزل علينا وأنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسعق ويعقوب والأسباط وموت يموسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين حد منهم ونحن مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يحدي الله القوم من كفروا بعد إيمان وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يضرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واشلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئكهم الضال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفرون فليقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولا يفتلا به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين